تقول الاستغاثة بصفات الله محكمها الاستغاثة بصفات الله كان يقول اللهم إني أسألك برحمتك أن ترحمني اللهم أغذني برحمتك اللهم أغذني بعونك فهذا لبأس به بهذه الصيغة لكن توجيه السؤال إلى الصفة هذا مما ذكر بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يجوز الوارد في السنة هو السؤال التوسل إلى الله تعالى بصفاته ولم يرد توجيه السؤال إلى الصفات ذاتها فلا يقال يا رحمة الله ارحميني ويا عطاء الله أعطني ويا غوث الله أغذني هذا لم يرد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله إنما ورد سؤال الله تعالى متوسلا إليه بصفاته ترجمة نانسي قنقر